وشهدين التساع صباحا وموعدة موجز لأهم الأنباء معالمي حمدين تفضل يلا شكرا لك جمانا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة هذا وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب محذرا من أن المؤسسات الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع مقدرات الشعوب التي تحميها وتصونها الدولة الوطنية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساء تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربي بالتوازي مع المصاري الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية وأضف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي كما سيتطرق أيضا الرئيس السيسي إلى الأزمة في السودان وأهمية تسوية قضايا المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدوى العمال جلسات الأسبوع القادم وأشر المنصق العام للحوار الوطني إلى أن الأسبوع الثاني سيتضمن جلسات للمحور السياسي لمناقشة قضايا الأحزاب السياسية وقانون المجالس المحلية على أن يناقش المحور الاقتصادي قضايا لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص المحلية والأجنبية فيما سيناقش المحور المجتمعي قضايا التعليم قبل الجامعية والقضية السكانية أدنت مصر اكتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام وما صاحب ذلك من عمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستسارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني وأكدت مصر أن ذلك يمثل تصعيدا غير مسؤولا يؤجب المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بوقوع اشتباكات مع قوات الدعم السريع بوسط العاصمة الخرطوم وأنها استولت على عدد من الأسلحة والعربات المسلحة وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن مجموعات ميليشيات قوات الدعم السريع طلقت عددا من الدربات في جنوب الخرطوم وعم درمان وشمال بحري نتج عنها تدمير عشرات العربات المسلحة والقتل من بينهم قادة بارزون أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوغدانوف استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان تصريحات المسؤول الروسية جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي حيث أكد إمكانية توفير منصة للمفاوضات بين الأطراف المعنية إذا لازم الأمر ومشددان في الوقت ذاته على معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية صدرت تحذيرات من غارات جوية في جاميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وحذر الجيش الأوكراني من ضربات صاروخية محتملة في منطقتين أوديسا ومكيولايف الجنوبية كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة أكدت الحكومة البريطانية أن الرئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حضر الألماس وواردات المعادن من روسيا بما في ذلك النحاس والألمونيوم والنيكل كما ستستهدف بريطانيا بالعقوبات 86 شخصية وشركة روسية من الدوائر المقربة للرئيس الروسي يأتي ذلك بالتزامن مع نعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية والتي من المقرر أن تبحث فرض مزيد من العقوبة على روسيا في سياق متصل صرح مصدر أمني أوكراني بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زرنيسكي سيشارك في اجتماعات هيروشيما مشاهدين انتهى مجزء التاسع ونعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل